المجلس القومي للمرأة يهن المستشارات الجدد في النيابة الإدارية. يتقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع أعضاؤه بخالص الشكر والتقدير للسيد المستشار عصام المنشاوي. رئيس هيئة النيابة الإدارية لإصداره قرار بتعيين ست مستشارات. مديرات لعدد من النيابات الإدارية على مستوى الجمهورية. هذا وقد أعربت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس عن فخرها وسعادتها بهذا القرار. مؤكدة أن هذا يأتي استمرارا لتمكين المرأة ودفعها لتولي المناصب القيادية التي تستطيع من خلالها إثبات قدراتها. وأن هذا القرار يمثل انتصارا جديدا يضاف إلى سجل انتصارات المرأة المصرية. معربة عن أملها في تعيين مزيدا من المستشارات إعمالا لتحقيق مبدأ المساواة. وإعلاء لحقوق المرأة وفقا لما نص عليه الدستور المصري. وهنأت المستشارات الجدد بهذا المنصب. متمنيا لهن دوام النجاح والتوفيق. المستشارات هنا. السيدة المستشارة هبطالة محمد شهاوي. مديرا لنيابة قفر الشيخ القسم الأول. السيدة المستشارة خلود صالح المكاوي الطوخي. مديرا لنيابة طلخة. السيدة المستشارة غادة محمد محمود يونس. مديرا لنيابة التعليم القسم الثالث. السيدة المستشارة ريهان مأمون محمد عبد الموجود. مديرا لنيابة الرأي. السيدة المستشارة عبير جمال عبدالله خليل. مديرا لنيابة الزقازيق القسم الرابع. وأخيرا السيدة المستشارة رانيا جلال حسن الأبرق. مديرا لنيابة أسيوت القسم أساني. خالص التهاني لكل المستشارات الجدد. ونتمنى دوام التوفيق والنجاح لهم جميعا.